اول مواجهة بين الفنان الكبير رشوان توفيق وابنته آية امام المحامية ترى قالت ايه واخر تفاصيل القاضية ورفضها التنازل واتهمها لوالدها بالكسب وبالتشهير بيها وانه عايز يسير الجدل بعد ظلمها في توزيع المراس ويبكاء وانهيار شديد جدا جدا في مدخلة تليفونية مع تامر امين من الفنان رشوان توفيق هزق لبنا جميعا لما اتكلم وقال ضيعت عمر كله عليهم وللأسف هو ده الجزاء بتاعي للأسف انا لا املك شيء ومش محتاج املك حاجة الناس اللي بتعرض علي فلوس واموال انا جماعة مش عايز فلوس انا اشتغلت بما فيه كفاية ولكن كنت حابب اقمن مستقبل بناتي مشكلتي الوحيدة مع بنتي آية هي اني عايز اكتب واقمن حياة حفدتي حفدتي اللي والدها توفى من عشرين سنة ويقزقته لحد اللحظة دي لم تتزوج طيب انا لازم اعطيها حقها لازم اوزع حقها وتاخده كل المشكلة جماعة تكمن في القاتل ان الفنان رشوان توفيق كان عنده اربع فيلات واحدة اخدتها آية والتاني اخدتها الموزيعة هيبة والتالتة اعطاها طبعا لزوجة ابنه الراحل لكن الفيلا الرابعة كان سايبها بس توزيع على الجميع ولكن هو حس انه المفروض الفيلا الرابعة تروح لحفدته علشان يأمن لها مستقبلها طبعا زوجة ابنه ما تجوزتش ويقعدى وبتخدم الفنان رشوان توفيق بكل حب كأنه ولدها وبنته اللي هي بنته جحد عليه ويه بتتهمه ان هو ظالم وغير عادل وان هو كذاب وطالع قدام الناس علشان يسير مشاعرهم بانه فنان ومعروف فبالتالي الناس هتلتفت ليه وتقف معاه اكتر بكتير كمان حفيده حفيده اللي وامام المحامي وهم بيحاولوا انهم القضية تخلص ويكون في صلح للأسف اكتشفوا انهم استولوا على مليون جنيه من املاك الفنان رشوان توفيق بالفعل قدم قضية بالمليون جنيه لانهم رفضين انهم يرجعوله اي حقوق ليه وبيقولوا عليه ان هو كبر في السن وانه حاليا غير مؤهل انه يتصرف في امواله بسبب ان هو عنده 88 عام ربنا يديله الصحة طبعا فنان جميل ومحترق طيب هل تم الصلح؟ لأ لم يتم الصلح بسبب رفض اي رشوان توفيق الصلح وان والدها لازم الفلا الرابعة ما تتكتبش باسم حافتو وكمان المليون جنيه اللي هي اخدتها يكون ده حقها تاخده كده بدون رفع اي قضية تماما وان كمان ان الفنان رشوان توفيق يقدم امام الجميع اعتذار ان هو ظلم بنته وان هو ما كانش قاصد يظلمها بالشكل ده طبعا الكلام اللي بتقوليه ده غير منطقي انا مش متخيلة انك قدي ايه جحدة يعني انتي ما تعرفيش حاجة اسمها عقوق الوالدين يعني انتي لسه ممكن تجرب الحاجات ده في اولادك ليه غراك الدنيا ونسي رضا والدك اللي هو زي ما قلتي عنده 88 سنة محدش عارف ممكن لكل اجل كتاب طبعا اتشعباتي في رضا وروحي يقولي له سامحني مش انتي اللي بتقولي له يعتذر يعتذر دي املاك وهو حر فيها بقى يتصرف بيها يوزحها يفرقها على در ايتام حتى يفرقها للناس كده احمد ربنا روح يدوري على املاك زوجك وزوجك كمان اللي بيقوي قلبك المفروض يروح يدور على املاكه هو للأسف امام المحامي الفنان رشوانتا وفيه انهار جدا جدا وبكى للمرة التانية لان بنته رفضة الصلح ورفضة انها تتنازل عن اي قضية في قضية تم تأجيلها ليوم 25 ديسمبر في الشهر الجاري ان شاء الله تحكم في صلحه والقاضي يحكم بروح القانون لانه فنان راكي ومحترم ومتدين اتمنى من اية ترجع وتستعطف والدها ادعوه له كتير لو سمحتم سلام عليكم